بكل آلامها بكل آلامها ترى آلام الحسين في قلب زينب وآلام زينب في قلب الحسين لأن الحسين أكثر ما يؤلمه كان ما تلاقي زينب من بعده لأن رحلة مو عاديها رحلة السباة من بلد إلى بلد يقول إمام السجاج من بلد إلى بلد كان يزيد يأمر من يقول الضعن بأن يمر بالعائلة الحسينية على المدن المأهولة على الأسواق حتى يكونوا عرضة للناظر إلى أن وقفوا عند الشام فأغلقت بوابة الشام في وجههم يقول إمامنا الباقر أوقفون ثلاثة أيام في العراء دون غطاء ولا وطاء حتى تغيرت ألوان وجوه بنات رسول الله ثم أدخلوهم مربطين بحبل واحد حتى قال قائلهم الحمد لله الذي أبطل أحدوثتكم كانوا يرمون على بنات رسول الله وعلى أطفال الحسين وعلى الإمام السجاد بعض القصب المشتعل من على رؤوس المنازل وبعض الفضلات حتى احترقت عمامة الإمام السجاد بأبي وأمه تقول الرواية لما أدخلوهم في مجلس يزيد وكان مجلسه يضج بالحضور من مزرائه وأعيانه التفت يزيد فرحا جذلان مسرورا وأسمع زينب شتم أمير المؤمنين وشتم أخويها الحسن والحسين ورواية تقول حمل يزيد السوت وهرول نحو زينب ليضربها لكن طفل من أطفال يزيد قال يا يزيد لا تفعال قال لماذا لا أفعال قال لما خطوت نحو زينب تحرك رأس الحسين في الطائش ثم التفت إلى زاوية المجلس وإذا امرأ متجلبب بالسواد امرأ متجلبب بالسواد قال من هذه قالوا هذه الرباب فقام يزيد وحمل رأس الحسين وجاء ووقف على الرباب ونادى رباب رأس من هذا يريد أن يحرق قلبها فسكتت رباب رأس من هذا فسكتت فلما كانت الثالثة أجهشت بالمكاونات حسين يا رباب يا رباب يا رباب الرأس هذا رأس الحسين القطيع يا رباب الرأس هذا رأس الحسين القطيع اسمع اسمع وجبنا ويايا السبي يا رأس عبد الله الرضيع يا رباب الرأس هذا رأس الحسين القطيع وجبنا ويايا السبي يا رأس عبد الله الرضيع هذا رأس وجسم عفتين على الربض صري واحد من أزلام يزيل التفت إلى مولاتنا سكينة وقال يا أمير هبني هذه الجارية فلاذت بعمتها زينا شنحات سكينة عزيزة الحسين بترسول الله يقول هبني هذه الجارية هذا جرحة سطى في قلب سكينة أسولف ضيم قلبي وحش آلامي وخاف من أسولف ألطم الهام ليش يا سكينة قالت واحد قال أريدس كينة خدامة هذا ثم أن يزين أخذ يريز زينب رأس الحسين وهو ينكث ثنا يا أبي عبد الله لكن زيناب يزيد كان يظن أنه سيلقى امرأة مهيضة الجناح مكسورة الروكن قد فقدت أحبتها إلا أنها زأرت في وجهي لبؤ طالبية حيدرية نادت يا يزيد كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وهل جمعك إلا بداد ورأيك إلا فناد وأيامك إلا عداد لأن اتخذتنا مغنما لا تجدنا وشيكا مغرما وصوت زينب شقة السكون إلى أن يوصل إلى هند في أعلى حجرتها في القصر هند تسمع صوت نبرات علوية كلمات حيدرية قالت سبحان الله من المسيطر على مجلس يزيد بحيث أنه يتحدث والباقي سكون أرسلت جاريتها تستطلع الأمر جاءت الجارية سألت الحاجب من الخاطب قال يا عجب الله الخاطب ليس برجل وإن ممرأة وإن سألت عنها يقال لها زينب جدت هرون الجارية دخلت على هند مولاتي الحاجب يقول الخاطب ليس برجل وإن ممرأة وإن سألت عنها يقال لها زينب لما سمعت اسم زينب قامت على رجليها ترتجف قالت اي زينك قالت انه يقول زينب ابنة علي لطمت على رأسها قالت يا عجب الله حسبت السماء تنطبق على الارض ما الذي جاء بزينب مجلس الخمور والقرون اخذت مقنعتها بين مصدقة ومكذبة دخلت اطلت واذا ترى ذلك المنظر المريع عائلة مكونة من نساء اياما واطفال يتاما دخلت رمت مقنعتها على وجه يزيد يعني مكشوفة الواجه لما رآها هكذا قام فزعا مذعورا اراد ان ينثرها بعباءته ماذا فعلت يا هن لقد ارقت ماء وجه تدخلين مكشوفة الواجه قالت سود الله وجاك يا يزيد اتسترني وقد هتكت سطور بنات رسول الله ثم انتحتنا حياة العائلة الحسينية صاحت ان يكون مولاتي زينب وين زينب زينب اللي كانت تخطب الان ببيان بجرأة واذا بها طأطأت رأسها وسكتت ليش لان هن في يوم الايام كانت خادمة خادمة عن زينب جاوبتها ام كلثوم ان سألت عني انا ام كلثوم هذه الرباب تلك سكينة تلك عاتقة تلك فلانة وان سألت عن زينب هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحطل رحال جاءت هند انحنت على زينب تأمنت ملامحها لم تعرفها ليش لان زينب قد تقشر وجهها من حرارة شمس السبا شاب شعر رأسها احدى ونب ظهرها صاحت انشدت عن بلادك يا حزينة من اي بلد قالت من بلاد المدي من اي اسرى قالت الاسرى الامينة صاحت يا حرمى والضحيل وعرفيني من اي قبيلة قالت الهالهاشمية من اي الهواشم من اي الهواشم قالت الهالهالوية بعد من نسب امش قالت الهاله فاطمي من انت زينب نلي في المدينة بحجبين بالحال خرت فوقها تقبل قدمها نو بنتقبل ايدها من انتã وناب تشم ią وتصيح انت زينبيل شاع اسم بلا يا زينب سام حيني وعذريني أردت تنادي يا يزيد شلون سويت هل قلت لينا خوارجهم هل البت أما مقطع الدعاء تقول الروايات أخرج يزيد جلساءه وخلى بالعائلة الحسينية وخاطب الإمام السجاد يا ابن الحسين اذكر لي حوائجك قلت إن عندك حوائج ثلاث قال حاجتي الأولى إذا عزمت على قتلي أرسل بنات رسول الله إلى مدينة جدي بعد الحاجة الثانية أريد أن ترجع ما سلبه أزلامك من مخيماتنا يوم العاشر لأن من ضمن ما سلب من خيمة عمتي زين القميص جدتي فاطمة بعد الحاجة الثالثة قال أريدك أن تريني رأس والدي الحسين قال يا ابن الحسين الحاجة الأولى أنت ترجع أنت ترجع هذه الحرم الحاجة الثانية نرجع نرجع لك قميص جدتك فاطمة أما الحاجة الثالثة فرأس أبيك لن تره ولن يراك أتعلم لماذا منع يزيد إمامنا زين العابد من رؤية رأس والده؟ أما علمت أن يزيد قد مثل برأس أبي عبد الله؟ أما علمت أنه شق شفتي الحسين؟ أما أما علمت أنه كسر أضراس أبي عبد الله؟ أما علمت أنه قور عيد الحسين؟ التفت الإمام السجاد في بعض النقولات عن أهل البيت عليه السلام وقال يا يزيد أظن أن خزائنك المقفلة ستمنعني من رؤية رأس والدي؟ قال ماذا تريد أن تفعل يا ابن الحسين؟ توجه الإمام السجاد إلى الخزانة المقفلة على رأس أبيه ونادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن فتحت خزانة يزيد تدحرج الرأس الشريف وعفر على الأرض فتح الإمام السجاد بواعاه واحتضن الرأس والرأس ينادي وعليك السلام ولدي علي ولدي علي ما حال جامعة الأغلال على صدرك ولدي علي ما حال عمتك زينب ولدي علي أين بنيتي رقيا وخرجت تلك الضعينها بأشواقها متجلببة بالسواد ناعا يجاوب ناعيا يقدمها النعمان بن البشير إلى أن وصلت إلى مفترق طرق طريق يؤدي إلى مدينة رسول الله والآخر إلى كربلا جاء إلى الإمام زين العابدين سيدي هذان طريقان أحدهما إلى مدينة رسول الله والآخر إلى كربلا أي الطريقين نسلك؟ جاء الإمام زين العابدين إلى مقام عمته زينب عم زينب حار الضعن يقول هذان طريقان طريق إلى مدينة رسول الله وطريق إلى كربلا وإنسلك عمب زينب أخرجت زينب رأسا من المحمال صاحت قولوا لحادينا يمر بالغاضرية نسلم على الوالي وننصب لا قولوا لحادينا يمر بنا على حسان نبغي نزور حسان ونشوف اندفن والله لروي قبر أخويا بدمعة العاد ويا لاتفاق القبر تحضرني المن عرجت النياق صور إياي ما نزلنا بنات رسول الله من على النياق نزولا إذن ماذا فعل رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوتين داهلين داعرين عرج على قبر الشهيد وصار لصياح والعابد السجاد من فوق الجمل طاح وزينب تنادي اوه يا عزن قطورا اهوت على قبر صاحت انا جيتك وجبت الراس وياي سامحني يا ابو اليمة ابدفن الراس ما اقدر صعب على الحرم تدري تركب راس في المنحار جبت امكور عيوني اخو يوم العصم كسر رجعت اربعينك ازورك يا ماذبوح وخافي على قبرك تفارق لي الروح